اهلا بكم كل مشاهدين الكرام اثار اعلان اصابة الملك تارلز بالسرطان خالة من الجدل في الاوساط الملكية البريطانية على مدار الساعات القليلة الماضية وداخل حكومة رئيس الوزراء ريتشي سوناك على حد سواء وعلق قصر باكينجام انه تم تشخيص اصابة الملك تارلز بنوع من المرض اكتشف خلال عملية جراحية منفصلة متعلقة بتضخم البوستيت الأسبوع الماضي وضف القصر ان الملك تارلز لا يزال ايجابيا تماما بشأن علاجه وسوف يتنحى عن وجباته العامة ومن المتوقع ان يحل محله كبار افراد العائلة المالكة ليس من الواضح نوع سرطان المالك تارلز الذي تم تشخيصه ولا تتم مشاركته اي تفاصيل اخرى حول مرحلة السرطان او تشخيص مع اعلان اصابته كثرت التساؤلات حول دوره المستقبلية كمالك تولى العرش بعد سبعين عاما من حمله لقب وريد لذلك مشاهدين لنأخذ قليلا من الوقت لنطلع على ابرز هذه التساؤلات اولا هل سيتنازل الملك تارلز عن العرش؟ تقول صحيفة دي اندبندنت البريطانية ان البيانة الصادرة عن قصر باكينجم لم يعطي اي اشارة الى ان الملك ينوي التنحي في الواقع اشار البيان الى انه يأمل في العودة الى مهانه كاملة في المستقبل وكان اخر ملك بريطاني ترك العرش هو الملك ادوارد الثامن ولكن ذلك كان لأسباب شخصية عندما قرر الزواج من الممثلة الامريكية والس سامسون في عام 1936 واثرت هذه الزيجة حينها جدلا واسعا لم تتنازل ايضا والدة تارلز الملكة لازبث الثانية عن العرش رغم معاناتها الصحية في نهاية حياتها ثاني اهم تلك الاسئلة كانت كيف سيؤثر التشخيص على وجباته الملكية ويأتي تنحي الملك تشارلز عن وجباته العامة بناء على نصيحة اطبائه اثناء علاجه من المرض وفقا ايضا لقصر باكينجم ومع ذلك فانه سيواصل الاشراف على اعمال الدولة ولأوراقه الرسمية يبقى الملك تشارلز في منزله على الارجح في كلارنس هاوس مقر اقامته المفضل في العاصمة لكن القصر اوضح ان الملك يعتزم العودة الى مهمه بمجرد ان تسمع حالته الصحية بذلك وقال القصر في البيان انه لا يزال ايجابيا تماما بشأن العلاج الذي يطلقاه ويتطلع الى العودة الى الخدمة العامة الكاملة في اقرب وقت ممكن اخيرا من المتوقع ان يحل كبار افراد العائلة المالكة في مكانه ومن غير الواضح اي افراد من العائلة المالكة سيتولى مهامه العامة لكن اميرة واميرة ويلز في وضع جيد للقيام بذلك لان وليم هو التالي في ترتيب ولاية العرش كانت هذه مشاهدين تغطية قصة حول تساؤلات تم طرحها بعد اصابة الملك تشارلز بمرض السرطان وهو الخبر الذي اثار صدمة عالمية خاصة انه حدث بعد اشهر قليلة فقط من تنصيبه الملكة اخيرا شكرا جزيلا مشاهدين على هذه المتابعة الطيبة كونوا معنا دائما على مدار السعر اشتركوا في القناة